السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في سنة رابعة أنا أميرة ودي قناتكم كارتون ساينز النهاردة بإذن الله هنبدأ فيديو رقم 4 في مراجعة المتميز للأستاذ محمود سعيد لمادة الاي سي سي بالصف الرابع الابتدائي الترم الأول لمحتوى متحين شهر نوفمبر لمادة الاي سي سي النهاردة بإذن الله هناخد theme 2 lesson 4 بعنوان how to search online وهنحل كل الأسئلة اللي عليه like للفيديو ويلا بينا نبدأ بسم الله lesson 4 هيبدأ يعلمنا إزاي نعمل search online searching safely أول حاجة بيقولك لازم تختار البراوزر اللي انت هتستخدمه يعني هتستخدم جوجل كروم هتستخدم الفيرفوكس ولو سمحت استخدم براوزر بيعمل warn لليوزر بيحذرك لو دخلت موقع غير آمن أو لو جيت تعمل download لأبليكيشن مضر you must choose browsers that warn users هيحذرك إمتى when you are about to enter unsafe site لو انت خلاص هتخش على unsafe site يعني موقع غير آمن يبدأ يظهر لك رسالة تحذير لو انت بتنزل أبليكيشن مضر هيضر جهازك هيبدأ يبعث لك رسالة تحذير when they are about to download harmful app يبقى تاني you must choose browser that warn users هيعمل warning إمتى when they are about to enter unsafe site or when you are about to download harmful app طيب لو افترضنا أن يجي لك رسالة تحذير هتعمل إيه؟ لو انت داخل على موقع ما تكملش ما تخش على الموقع ده لو انت بتعمل داونلود لحاجة ما تكملش الداونلود ده وكمان لازم تبلغ التيتشر بتاتك أو حد من الفاميلي ميمبر if you get a warning message don't proceed to the site يعني لو كنت داخل سايت لو سمحت ما تدخلش للسايت ده and don't proceed with the download لو انت بتعمل داونلود لفايل وقالك ال warning message ما تكملش الداونلود and tell your teacher or family member وتاني حاجة to search safely لازم لو عندك أطفال استخدم الsearch engine المخصص للأطفال يعني مثلا في يوتيوب kids لما تديل طفل موبايل ما تشغلوش اليوتيوب العادي لأ شغلو اليوتيوب بتاع الأطفال children must use search engine suggest for children طب لي يا ميس علشان الsearch engine بتاع الأطفال بيعرض لهم حاجة مناسبة لعمرهم وكمان بيتيح للوالدين ان هم يرقبوا أطفالهم children must use search engine just for children which show results that are age appropriate and include a parent control app وكمان لو سمحت اختار الweb sites الملأمة للأطفال اللي بتعمل filter لأي روابط غير رائق choose child friendly websites which include filters that help you avoid clicking on inappropriate video يبقى تاني how to search online you must choose the browser that warn users when you enter the unsafe site or download harmful app and children must use search engine suggest for children and choose child friendly website which include filters وبكده نكون عرفنا ازاي نعمل search بطريقة آمنة دلوقتي هنعرف ازاي نقدر نعمل search بذكاء searching smartly يعني لو عايز تعمل بحث عن حاجة معينة ازاي تعمل السرش ده عشان توصل لأحسن نتيجة في البداية بيقولك تقدر تستخدم search engine to search for information on internet يعني ممكن تستخدم جوجل عشان تدور على أي معلومة على الانترنت and to get better result عشان تحصل على أحسن نتائج type long phrases not just a couple of words يعني لو عايز ادور على فيديو الحل لمادة الايستي لميس اميرة حكتل في search engine مراجعة شهر نوفمبر لمادة الايستي قناة cartoon science كده كتبت جملة طويلة فهيطلع لك بس القناة بتاعتي والفيديوهات اللي على القناة بتاعتي number two don't use general words يعني ما تكتبش كلمة واحدة كده عامة وتتخيل اللي هو هيطلع لك النتيجة اللي انت عايزها لانك لو كتبت كلمة عامة ممكن يطلع لك نتائج ملهاش اي علاقة اللي انت بتدور عليه don't use general keywords if you use general keywords you will get many results not relevant to your search وكمان بيقولك انك ممكن تبحث عن صورة على جوجل يعني لو دست هنا على الزرار ده ممكن تتدخل صورة وتبحث عنها على الانترنت if you are searching for information on an image يعني لو بتدور على معلومة معينة عن صورة معينة use image instead of words in your search بدلا ما تكتب words في السرش بتاع جوجل لا دخل الصورة اللي انت عايز تستفسر عنها رابع حاجة بيقولك لو عايز كلمة معينة تطلع لك في السرش اكتب قبليها علامة البلاس يعني مثلا لو انت عايز تبحث عن الريسبراتوري سيستم هتكتب كلمة بلاس وبعدين تكتب ريسبراتوري سيستم في السرش انجين يعني في علامة السرش بتاع جوجل هتكتب بلاس ريسبراتوري سيستم يبقى add last sign before the word if you want to appear this word in your search result يعني لو عايز نتائج البحث بتاعتك تطلع فيها الكلمة دي طب يا مثلا مش عايزة كلمة معينة تطلع لي في الرزلت اعمل ايه اكتب قبليها علامة الماينس add minus sign before the word if you want to avoid this word in your search result يعني لو مش عايزة كلمة دي تطلع لك في الرزلت حطي قبليها علامة الماينس ولو عايز تبحث عن حاجة specific جدا حاجة معينة كده عايز تبحث عنها حطها inside quotation يعني حطها بين العلامتين دول put phrase inside quotation marks if you want to search for a particular phrase يعني لو عايز تبحث عن عبارة معينة حطها inside quotation marks وبكده كنت خلصت lesson 4 تأكد لانت عمل likely video ويلا بينا نبدأ لأسئلة بسم الله question number one choose a correct answer هنبدأ من اول number 26 if you are searching for information on an image يعني لو بتدور على حاجة او معلومة في صورة use what in your search هنستخدم ايه في الصورة بتاعنا هنستخدم الصورة بتعتي الimage ولا video ولا letters يعني اكتب حروف عشان ابحث عن حاجة طبعا لما بيجي اعمل search عن image ممكن استخدم الimage في السرش number 27 to search for an exact sentence لو بتدور على جملة معينة we put a sentence between what هنحط علامة ايه في السرش هنحط plus ولا هنحط السنتنس دي between two quotations ولا هنحط علامة الات طبعا هنحط الجملة between quotation number 28 the plus sign before the word tell the search engine to what the word لما تحط plus قبل الكلمة كده انت بتقول محرك البحث ايه انك تتجني بالكلمة دي avoid it ولا include يعني حطي الجملة دي في ال result بتاتك ولا ignore يعني تجنب الكلمة دي ما تحط غاليش خالص طبعا لما تحط علامة plus يبقى بتقول حطي الكلمة دي يبقى include number 29 we can use what to search for information on internet ممكن نستخدم ايه عشان نبحث عن معلومة في الانترنت results نتائج words كلمات search engine يعني محرك البحث طبعا ممكن نستخدم محرك البحث عشان نبحث عن اي حاجة على الانترنت question number 2 boot right or wrong هنبدأ من اول number 33 you can use image instead of word in your search engine ممكن تستخدم صورة في محرك البحث عشان تبحث عن صورة معينة انت عايزها مظبوط الجملة صح number 34 choosing search words cannot help us to get required search result يعني لما تكتب كلمات صغيرة كده وكلمات قليلة مش بتساعدك ان انت تلاقي النتائج بتاعتك مظبوط لان انت لازم تكتب جملة طويلة فيها كلمات كثيرة عشان تقدر توصل لل result اللي انت عايز توصل لها بالظبط number 35 the quotation mark is just to summarize the search result that you want يعني لما تحط الحاجة between two quotation يبقى انت كده بتحدد له انت عايز تعمل search على ايه بالظبط مظبوط الجملة بتاعتي true number 36 add minus before the word you need to be included in your search لما بتحط minus يبقى انت عايز الكلمة دي تبقى موجودة في السرش بتاعك لا غلط لان لما بتجي تحط minus يبقى انت مش عايز الكلمة دي في السرش result بتاعك number 37 to ensure that your search include certain word use a simple minus يعني عشان تتأكد ان السرش بتاعك جوة الكلمة اللي انت حتكتبها دي حط قبليها علامة المينس طبعا الجملة غلط بتحط قبليها علامة plus number 38 sign plus can be added before the words you want to appear in your search result يعني بتحط plus قبلي الكلمة اللي انت عايزها تظهر في ال result بتاعتك مظبوط الجملة صح you should choose the browser that send warning to user يعني استخدم البراوزر اللي ممكن يبعط لك رسالة تحذيرية لو انت مثلا جاي تعمل download لفايل مش كويس او فيه virus يبعط لك رسالة تحذيرية طبعا الجملة بتاعتي true شكرا جدا لمتابعة اتمنى ان انا اكون قدرت ساعدكم ياريت لايك وشال للفيديو لنشر المحتوى شكرا معرفة خير الفيديو اللي جاي سلام